اجتمع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والموارد المائية والري والزراع واستصلاح الأراضي مع بعثة البنك الدولي برئاسة رابح كاراكي مدير ممارتات الزراعة والغداء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك واستعرض الوزراء الثلاثة مع بعثة البنك الدولي موقف مشروع التحول الغدائي الزراعي الموائم للمناخ أحد مشروعات محور الغداء ببرنامج نوفي وخلال الاجتماع أشرت المشاط إلى أن مشروع التحول الغدائي الزراعي الموائم للمناخ يهدف إلى تعزيز مرونة المناخ واعتماد تقانيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيا